السلام عليكم وحمة الله وبركاته سعيدة أن أكون مع حضراتكم في كرس Human Computer Interaction معيكم دكتور سماء شهيب أستاذ مشارك في قسم نظم معلومات كلية الحاسبات والمعلومات جمعة المنصورة إن شاء الله بإذن الله هنتكلم مع بعض دلوقتي Introduction سريع عن Human Computer Interaction وعن التراكس إن شاء الله اللي إحنا هنتكلم عليها خلال الترمة مع بعض الحقيقة إن Human Computer Interaction أو تفاعل الإنسان والحاسب عامل بالضبط زي الصورة اللي حضراتكم شايفين هذه أنا عندي Human Human ده لي Characteristics معينة لي Psychology معينة لي Input Output Channels لي Emotions خاصة به لي Human Memory Capabilities أو خصائص بالذاكرة الخاصة بالمممي سواء Short Term Memory or Long Term Memory فيه individual differences ما بين كل إنسان والكابابلتز بتاعته وأي إنسان آخر بالإضافة إن فيه ناس أساساً فاقدي لبعض الكابابلتز فبالتالي لازم وأنا بعمل ديزاين ليهم لازم أراعي ده كل الكاركتوريستيكس اللي احنا اتكلمنا عليها في الهيومان دي عبارة عن issues لازم لو أنا ديزاينر لازم أراعيها في الحزبان طب أراعيها في الحزبان إزاي؟ من خلال عملية الانتراكشن ديزاين اللي أنا أقوم بيها إزاي الإنسان يتعامل مع كمبيوتر with specific technologies من خلال عملية إيه؟ من خلال عملية الانتراكشن بحيث يوصل له الديليفرابل بتاعه أو يوصل للجول بتاعه بأسهل طريقة ممكنة بحضراتك لو هتبص للهيومان كمبيوتر انتراكشن من وجهة نظرك كديزاينر يبقى حضرتك بالضبط بتعمل عملية التفاعل إن انت بتوصل الديليفرابل لليوزر بأسهل طريقة ممكنة وبأكبر قدر من الاستفادة بالنسبة لليوزر طيب إيه علاقة ده بالصور اللي قدامنا؟ هنفترض إن عملية الانتراكشن هي عملية إن اليوزر ينزل الدلو ده جوه البير طيب هل ممكن ينزل دلو صغير ولا كبير؟ طيب ممكن ينزل حاجة صغيرة أو كنتينر صغير فبالتالي هيجيله شوية مية صغيرين طيب لو نزل كنتينر كبير شوية يبقى هيجيله مية كتير فبالتالي الديليفرابلز بتاعته هتبقى كبيرة طيب هنفترض إن البير دي هي الكمبيوتر أو الديفايس اللي هيعمل عليه عملية الانتراكشن وطريقة تنزيل الحاجة أنا ممكن أربط حبل طب الحبل ده هيستحمل تقل الدلو بالمية حبل سمكه إيه؟ طب نوعه إيه؟ طب نوع الدلو هل هو لو مثلاً حديد هيختلف عن خشب هيختلف عن أي ماتيريال تانية كل الكلام ده بالضبط زي ما حضرتك كديزاينر بتفكر في الديفرانت إيشوز المختلفة زي ما هناخد في الكرس بتاعنا إن شاء الله بإذن الله إزاي توصل أكبر قدر من الدلو بولز وإزاي تخلي اليوزر مكون يوزر إكسبرينس جيدة وحسب اليوزابلتي الخاصة كل الإكسبرشنز دي هنتكلم عنها يا جماعة اليوزابلتي الخاصة بالسيستم بتاعك بأقل مجهود ممكن وفي نفس الوقت وصل لكل الجولز الخاصة بي الـ HCI بشكل عام ممكن نبصلها من منظورين من وجهة نظر الدزاينر ديزاين ديسيبلين وهي بتوعي ديزاينينج انترونشنز فور سيستم انفولفينج بيبل مع تكنولوجي تمام؟ وده اللي إن شاء الله بإذن الله خلال الكرس بتاعنا هنركز على الكرس إي ده أو ممكن نبصلها من وجهة نظر الأكاديميك لو قررت إن حركت كمل دراسات عليا أو حضرك طالب دراسات عليا فبالتالي هتراعي الجزء الأكاديميك اللي هو براعي Studying people interaction with computer technology ده ما قال كبير برضو related بالـ HCI اسمه Affective Computing Affective not effective أكي؟ Affective التأثيري فالـ Human Computer Interaction بتتكون من 3 terms كل term اللي هي characteristics الخاصة به أول حاجة الـ Human هو الإنسان اللي بيحاول يحقق هدف معين هو عايزه تاني حاجة طبعا الـ Computer الطول أو الـ Device أو الـ Device مع الـ Software اللي هيستخدمه الإنسان with his special characteristics علشان يحقق الهدف بتاعه هايستخدمه إزاي عن طريق أنه هو هايوان applications أو software locally أو remotely طبعا السيستمز اختلفت أو التكنولوجي بشكل عام اختلفت اختلاف شاسة من 60 أو 70 سنة لحد دلوقتي طيب تخيلوا كده إن ده أول game developed على أول programmed data processor في العالم تخيلوا حجمه طيب إي رأيكم في الصور دي؟ تخيلوا فرق الشاسة بين حجم التول دي وهم تلاتة بـ Control وهم وقفين لأن حجم الجهاز نفسه كبير جداً لأن واحد freehand device قاعد على كمبيوتر بـ Interact remotely مع other people طبعا فرق الشاسة في تكنولوجيا طيب عملية الـ Interaction ده ثالث جزء في الـ Human Computer Interaction وهو الحوار اللي هيتم ما بين الـ Human والكمبيوتر علشان يقدروا يتفعلوا مع بعض ويقدر الـ Human يفهم الكمبيوتر والكمبيوتر يوصل الـ Human لـ His Goals الحوار ده لـ Vocabulary، لـ Grammar، لـ Issues كتير جداً زي أي حوار ما بين اثنين بشريين فبالتالي برضو هنراعي كل الكلام ده إن شاء الله بإذن الله أو عملية الـ Interaction Design هنتناولها إن شاء الله للكرس بتاعنا طيب عملية الـ Human Computer Interaction بتتم ما بين الـ User والـ Application من خلال إيه؟ من خلال الـ User Interface فبالتالي هنعرف مع بعض مبادئ الـ User Interface Design إن شاء الله بإذن الله خلال الكرس جميل طبعاً لازم نفرق هنا ما بين الـ Application Programming أو Programmable Interface و الـ User Interface إحنا هنشتغل هنا على الـ User Interface لازم نطق الـ Application Programming Interface طيب كتفريق سريع بين الـ API و الـ UI الـ API هو إن two applications هيعملوا Dialog مع بعض عن طريق مجموعة من الـ Loutines والـ Protocols and so on ودي خارج نطاق الكرس بتاعنا لكن إحنا هنهتم هنا بالـ User Interface and الـ Interaction Design اللي عبارة عن إيه؟ عبارة عن الـ Graphical Layout الـ Application اللي بيحتوي على الـ Buttons الـ Sliders الـ Ticket Entry Fields أو أي نوع من الـ Visual Elements أو الـ Visual Interaction أو الـ Visual Animation مرئي بالنسبة للـ User أو visible بالنسبة للـ User طيب جميل طيب أنواع الـ User Interface يمع Conventional أو Classical User Interface زي Desktop Application اللي بيستخدم كذا paradigm ممكن بيستخدم الـ WIMP paradigm أو الـ Interaction فيا Keyboard أو Mouse الـ WIMP عبارة عن إيه؟ Window, Icon, Menu, Pointer تمام؟ أو الـ Interaction عن طريق additional devices زي مثلا مايكس or so on زي الـ Graphical Representation سواء Bitmap أو Vector والـ Operating System أو الـ Platform اللي بتشغل كل الكلام ده عملية المالتي تاسكينج برضو مالتي تاسكينج برضا دايما إن كذا تاسك ممكن تؤدى في نفس الوقت كل ده تبع الـ Conventional or Classical User Interface و جدير بالذكر هنا إن إحنا نذكر أوائل الـ Applications or Desktop softwares اللي كانت بس استخدم عشان نعمل بيها 3D Modeling وRendering وAnimation كان برنامج الـ Price و برضو جدير بالذكر إن إحنا نتعرف على أول الـ GUI في التاريخ أو أول استخدام للـ WIMB باراديم كان من خلال يعني مجازة هنسميها Graphical Device دي سنة 63 1963 طيب جميعا تاني نوع من الـ Interfaces الـ Web Interface اللي بيستخدم طبعا عن طريق الـ Browser Provided by HTML or X-HTML Hyper Text Hyper Media Rich Internet Application Synchronous or Asynchronous Interaction طبعا من خلال الـ Web واللي زود عملية الـ Availability للمعلومات والـ World Wide Audience وطلع standards كتير خاصة بالـ World Wide Web أو عملية الـ Interaction الـ Standards بتاعتها زادت بعد ما الـ Web Interface اتعملت وده إن شاء الله بإذن الله برضو هنتكلم عليها ضمنيا أثناء تناولنا للـ Curse Human Computer Interaction إن شاء الله تالت نوع برضو هنتناوله إن شاء الله الموبايل اللي ليه Limited Resources و Limited Features والـ Resources والـ Features رغم إنه هو جهاز بيقدم لنا كتير وتقريبا الكل اللي بقى معاه سمارتفون فإلا إنه هو لازم نراعي أثناء عملية الـ Design لأي Application هيران على الموبايل لازم نراعي إنه هو وستل لسه Limited User Interface لازم أراعي الـ Resolution الـ Memory الـ Input-Output الـ Characteristics الخاصة بيه الـ Power الخاص بيه لازم أراعي الـ Features الخاصة بالـ Application اللي هيران على الموبايل إذا كان الموبايل ده هيسمح لي بالتاسكينج أو الـ One task at a time ولا المالتي تاسكينج إذا كان الـ Application ده هيران أفلاين ولا أونلاين ومن أهم الكاركتريستيكس الخاصة بالـ Mobile User Interface إنه هو Task Oriented Software جميل جداً رابع نوع من الـ Interface الـ Unconventional User Interface اللي بتستخدم Input وOutput غير تقليدية زي مثلاً GetShares or Locomotions or Auditory or Vias Tangible User Interface اللي هي حركة الإنسان أو حركة الشخص اللي تدام الجهاز زي مثلاً الـ We and so on Augmented and Visual Reality Physical Computing Ambient Intelligence اللي بتحتاج كل ده New Interaction Paradigms والتوقعات اللي بتوقعها الـ User من الـ Unconventional User Interface بتبقى طبعاً New Expectations ولازم أخدها في الحزبان برضو دي Unconventional User Interface كأول استخدام اللي هي TouchBad الخاصة بالـ Laptop مثلاً اللي أول مطلعت طبعاً كانت عملت صورة كبيرة الـ Interaction عن طريق الـ Devices أو Sensory المختلفة ده كان أول Emotion Recognition هاردوير كميل جداً كل الـ Interfaces دي بتشترك إن هي عبارة عن part of a program or application سواء على الـ Desktop أو الـ Web أو الموبايل ديفايس أو أي نوع من أنواع الـ Devices which permits users to expose their intentions إن هما يحققوا الـ Goals بتاعتهم with respect to actual software and to interpret the results of 13 actions performed by the machine إن الـ User هيستخدم أي نوع من أنواع الـ Interfaces هتشتغل على أي نوع من أنواع الـ Devices علشان يحقق الـ Goals بتاعته من خلال actual software ويقدر إن هو يعمل الـ Interpretation للـ Results اللي تمت لعملية الـ Processing اللي حصلت للـ Action عن طريق الـ Machine ده باختصار الـ Human Computer Interaction طب حضرتك كـ Designer هتعمل ديزاين للـ Interface بتاعك بحيث إنه هو يـ Fulfill 3 Use Words أول يوز اللي هي Useful إن الـ Application يكون functional شغال and does things right تاني حاجة usable إن الـ Application اللي حالتك عمله ديزاين يكون easy to do things and does the right thing وإنجيربل ويوزر إكسبرينز بحق يوزر إكسبرينز جيدة تالت يوز يوزد يوزد معناها attractive و- Available و- Acceptable to organization يبقى الـ Design المفترض يكون بمعنى إن هو الشغال بيعمل الـ Task المطلوبة بيعمل الـ Task الصح وده الخاصة بالـ Usable صح وبسهولة ويكون attractive و- Available في أي وقت اليوزر بيحتاجه وده تحقيق الـ Used Rule 3 Use Words اللي إحنا لسه شرحنهم دلوقتي بيرتبطوا ارتباط مباشر بالـ User Motivation أو بالدافع اللي خلى اليوزر يستخدم الـ Software ده طيب، الدوافع الخاصة بكل يوزر بتختلف عن اليوزر التاني ممكن يكون الموتيفيشن بتاعه إن هو عايز يلاقي حاجة معينة Information بقى Object, User, People or Place ممكن يكون الدافع إن هو يعمل Self-Learning or Instruction عايز يتعلم حاجة معينة ممكن يكون الدفع بتاعه إن هو يؤدي تسك معين مثلًا عايز يـ Interact مع Device علشان ياخد إزازة حاجة سائعة فبالتالي دي Business Transaction ممكن عشان يعمل Social Interaction مع Other People والإنسان بطبعه Socialized سواء الـ Interaction ده هيتم في الـ Real Life أو في الـ Virtual Reality Real Life عن طريق الـ Touch Burst زي ما إحنا شايفين أو الـ Virtual Reality زي الـ Trend اللي طالع جديد مثلًا من الفيسبوك اللي هو الخاص بالـ Metaverse ممكن يكون الموتيفيشن إن هو عايز يعمل الـ CREATING الأرتفاكت معينة سواء بلوغ نوت أو بيكتشر أو أرتكيل and so on أو حتى يكون الدفع بتاعه for entertainment كل دي عبارة عن موتيفيشنز خاصة بالـ Users اللي جمعتها شركة نوكيا سنة 2007 في الرسمة دي إن الموتيفيشن ممكن يكون Task Oriented على الـ Y-axis تحت For Pleasure على الـ X-axis في By Myself or With Others كل ما نطلع لفوق هيبقى Task Oriented أكتر كل ما ننزل لتحت هيبقى Entertainment and For Pleasure أكتر كل ما نروح لليمين شوية يبقى الـ Task دي هعملها بنفسي أو كل ما نروح للشمال يبقى في الحالة دي الـ Task دي socialized نضرب مثال مثلا Take Care of Personal Administrative Tasks دي طبعا Task Oriented ولازم تتعامل بواسطة الشخص نفسه Plan My Time Effectively دي برضو خاصة بالشخص نفسه هو Task Oriented ما فيهاش Entertainment طيب لو نزلنا لتحت شوية ممكن هنلاقي ناحية اليمين ممكن يكون الموتيفيجن بتاعي ان انا عايز اعرف ايه اللي بيحصل في العالم مثلا او ان انا اعمل او ان انا افل دون تايم او حتى entertain myself لو احنا لتحت ناحية الشمال اللي هي ناحية ممكن حتى او حتى دلوقتي ممكن اضيف لها السوشيال جيمينج فوق ممكن نلاقي الحاجات أو التاسكس أو الموتيفيشنز اللي بستخدم السوفتوير عشان أسوشيالايز مع الأدرز زي مثلا هيلب أدرز جيت تنو نيو بيبل كل ما هننزل تحت شوية هتقرب أو هتبعد عن التاسكة أويانتيد وهتقرب من البليجر زي مثلا ستي انتغطش واللافت وانز كل الموتيفيشن من الموتيفيشن الخاصة بالهيومن بتترجم في السوفتوير لأبليكيشن خاص بتحقيق التاسك دي سي مثلا لو أنا عايزة أكونتاكت مع الأدر بيبل يبقى عن طريق مثلا تشاتينج سيستيم أو إيميلينج أو إن أنا أعمل سوشيال ميديا أو مع حد خلال السوشيال ميديا أو whatever السيستيم اللي أنا هستخدمه لو أنا عايزة مثلا أأنترتين myself عن طريق ميوزيك أو فيديو أو جيمينج ومن هنا جاءت اليوزر إكسبرينز أو اليو إكس اللي بتعرف البرسبشن أو برودكت أو سيرفز فرم برودكت أو برودكت أو برودكت أو برودكت يعني بتعرف البرسبشن للبرودكت أو السيرفز من وجهة نظر من الشخص اللي هيستخدم السوفتوير ده لازم نعرف إن إحنا ما نقدرش نعمل ديزاين يوزر إكسبرينز لكن إحنا بنعمل ديزاين فور اليوزر إكسبرينز طبعا الفرق كبير بين التو إكسبرينز وهنشوف دلوقتي مع بعض باختصار أنواع اليوزر إكسبرينز أو خبرة المستخدم اللي بتتكون عن طريق عملية الانترآكشن مع السيستيم اللي حضرتك عملهوله اليوزر إكسبرينز ممكن يكون نوع من ثلاث أنواع يأما يوزر إستسفايد اليوزر إكسبرينز بتاعته إن هو ساتسفايد بالديزاين لحضرتك مع الدمهوله يأما ودي طبعا مدينا هنا مثال بالتشيس لأنه هو مثلا أنت مطبق رولز معينة اللي هي قواعد اللعبة فبالتالي اليوزر هيقدر يلعبها وهيبقى ساتسفايد وهو بلعبها يأما اليوزر إنترفيز بتاعك بيخلي اليوزر ديلايتد أو مبسوط مثلا أن أنت بتسهله عملية السيرشنج عن طريق أن أنت تعمله لست مثلا بالاختيوات اللي ممكن يختار ما بينها مجرد أنه هو يكتب لتر واحد فالليست دي بتتغير ديناميك أو اليوزر إز ديستسفايد أنه هو كل شوية مثلا يطلع له error messages وأن الابليكيشن مش شغل بطريقة كوهية جميل جدا ديزاين فور يوزر إكسبرينس بيمر بكذا مرحلة أول حاجة ديفاينين دي بروبليم إزاي تعرف المشكلة اللي حضرتك هتعمل لها ديزاين ودي طبعا فيها سب كاتيجريز اللي هي بروبليم تاني حاجة ديزايني the experience وأهم مرحلة هنا اللي هي الانفرميشن اركيتيكشر اللي إحنا إن شاء الله بإذن الله نتناولها في محضرة لوحدها وكمان وكمان اليوزابيلتي ونفهم مفاهيم اليوزابيلتي المختلفة في محضرة في محضرة برضو تانية وعملية الانترأكشن ديزاين والديزاين انترفييس واليوزر research and so on دي كلها حناتناولها ان شاء الله خلال الكرس بتاعنا بعد كده الدزاين بتاعنا هيوح لمرحلتين اللي هما الback-end developers والfront-end developers اللي كل واحد فيهم هيستخدم tools مختلفة علشان يقدر يعمل architecting للتكنولوجي اللي هيستخدمها ويدليفرين الexperience بعد ما الديزاين بيخلص بيحصل managing للبروجيكت ككل عن طريق الaccount management أو البروجيكت management phases كل المراحل دي تشترك مع بعضها علشان تقدم user experience نجحة ان شاء الله خلال الكرس هنتناول information architecture هنتناول interaction design هنتناول usability هنتناول جزئية user research سريعا هنتناول جزئية creative thinking في solutions المختلفة design وطبعا من خلال information architecture هنعرف ازاي نعمل problem framing وازاي نعمل requirement gathering research وبإذن الله هناخد جزء تطبيقي على مجال human computer interaction تحديدا هنطبق على مجال gaming من اول how to design a game للوصول لمرحلة game development وازاي نعمل packaging لفل game ان شاء الله في نهاية المحاضرة دي عايزين نعرف مع بعض ان human computer interaction بيأثر فيها كذا مجال تاني زي مجال psychology والسيشيولوجي والcomputing business management ومجالات كتير جدا والhuman computer interaction بتأثر هي كمان بدورها في مجالات كبيرة جدا زي الvisualization والcomputer supported cooperative work واليوبريكريتاس computing والe-learning ومجالات كتير تانية بتتأثر بمجال HCI شكرا لحضراتك والحسن استماعك وسعيدة إن كنت معاكم في المحاضرة الخاصة بالintroduction الhuman computer interaction وأشوفكم في المحاضرة الجاية إن شاء الله السلام عليكم